وبالنسبه لهذا الـ question ولأك sketch the graph of the function f of x using first and second derivative to analyze فهي عندي الـ function فهي هي كيوبكة وبيع أنه الـ coefficient تبع X3 أنا توقع يكون الـ Graph تبع ههيك كيف عرفت لأنه هيك الـ Graph تبعه كيوبكة وهذا حكي مفضل إنه تسوى تعرفه بس إحنا بد statistخدم بالفرس و الساكن ديريفتف لتحقق هذا خلينا نتجمب اميدياتي لتجمب مارس كيو ونحن نتجمب فون بولك وين يتجمب لتجمب 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 لهم هدول أول شيء تحدد ال x axis وال y axis ترسمهم واتطلع ال x intercept و y intercept و هل رح نحكي كيف و تطلع ال turning point اذا كان فيه maximum و اذا كان فيه minimum و هل رح نحكي كيف و ال inflection points كمان رح نحكي كيف و نشوف وين ال function is increasing و decreasing concave up و concave down و اذا كان فيه اسمي توتس بتكون اذا عرف تكون هدول كل هدول بتحطهم على ال graph وبتطلب معك ال function فعندي هاي ال function اللي هي x cubed plus x squared minus 5 x minus 5 فاول شيء هنا اطلع ال intercepts بحط محل x equals to 0 فهاد بروح هاد بروح هاد بروح بطلع عندي y equals to minus 5 هاي ال y intercept هيك بطلع ال y intercept هلا باعكس الاي و بحط محل ال y 0 يعني هاي بحط محلها 0 تصيرها يا 0 شو بتصير بتصير عندي x cubed plus x squared minus 5 x هاي equal to 0 حاول اعملها factorization اذا اطلع x cubed و x squared بحطهم ب brackets وباخد من هون minus as a common factor مع 5 اذا بدك واخد هدول brackets وهو احكيها شوي شوي هلا خد 5 as a common factor وخد x squared as a common factor شوف شو بتصير بتصير x squared و x plus 1 minus 5 و x plus 1 فواضحا عندي x plus 1 as a common factor ما اخدها وبظل عندي x squared minus 5 سؤال برتب وحلو فبطلع عندي roots x equals to minus 1 done و x equals plus or minus 5 done لانك هاي بتخذها بتصير x squared equals to 5 square root square root done فعندي هاي ال intercept x intercept وهاي كمان وهاي ممتاز هلا شو بنسوي بطلع first derivative هاي first derivative بيش first derivative عشان اطلع وين maximum وين المنم هاي first derivative فبطلع انا عندي two values بطلع عندي one زي ما انت شايفون at x equals to one و at x equals to minus 5 وثري بحطهم على number line هاي one one وهي minus 5 over 3 اللي one point six repeating و بشوف باخد بعالي اوشي بيناتهم between one point six repeating و zero بخد مثلا value zero وخطها بال first derivative خط زيره هاي و هاي راحة فبطلع عندي هون minus هلا خد value اكبر من ال one زي مثلا two وخطها بال function هون بتطلع positive هلا خد value اقل من ال minus one point six يعني بهاي ال region هون مثلا زي minus two وحطها بال function هون بتطلع برضو positive يعني the function is increasing decreasing and increasing يعني بمعنى ثاني at minus five over three اللي هي هاي ال point it is it is a maximum زي ما انتو شايفين هايها وطلع the coordinates على السريع طلع the y coordinates و at point one it's a minimum زي ما انتو شايفين هايه وطلع the y coordinates كيف اطلع the y coordinates كيف اطلع the coordinates يعني باخد the x and i substitute it in the original function تمام تمام هلا شو سوى راح قادر نطلع second derivative ليش عشان نطلع points of inflection down inflection point عملها echo to zero وهي هاي فباخدها بحطها number line كمان مرة طلع بحفظ هذا الموضوع مش مش كثير فهم يعني وخد value اكبر من هاي ما اخد zero وفال اقل من هاي اخد minus one خد zero هاي راحت فبصير عندي positive خد اقل منها minus one فبطلع عندي هون المقلب يعني هاي عندي concave down وهاندي concave up خلص هاي عرفت هدول عرفت كل اشي وعرفت كل هدول باخدهم هلا كلهم باخد هدول points الانترسبت والانترسبت اكي والpoint maximum والpoint of reflection بحطهم هون وهي هم كلاتهم قدامك هلا ببدأ ارسم شوف كيف برسم سعندك انت الفنكشن is increasing من وين لوين من less than minus five over three it is increasing فبروح هاي minus five over three اللي هي هاي البوين هاي خلنا اغير القرار عشان تشوفو اوضح هاي البوين فإت is increasing وconcave up فكيف برسمها يا برسمها هيك يا برسمها هيك يا برسمها هيك صح؟ بس لانا it's concave down رح ارسمها بهك زي ما انتو شايفين زي هاي القراح هاي خمّل هيك اكي بس وين لازم تمر لازم تمر من x intercept يعني انتي هيك هاي الماكسيمم بعدين شوفو بيقول له بيقول له بين minus one over three لل one it is decreasing اكي ولازم يمروا من كل الpoints وconcave up yes concave up لين لهون لل one over three فبرسمها من هون هيك لهون concave امين صحي concave down هلا بعد هاي البويت ال minus one over three ببدأ بصير عندي concave up وبتمر من y intercept وبتمر من المنمم وبتطلع على x intercept هيك بتكون خلصت الغراف سين فانت لازم تتبع هذون steps تطلع كل values وتحطهم على الغراف وبعدين تتبع ما بدوش اشي وبطلع معاك ال answer done daily موسيط موسيط